استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواع باس كامل رئيس المخابرات العامة وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة في قيادة عملية لتقديم وتنصيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتنصيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلاة وأكد الرئيس السيسي أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا على هذا الصعيد مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة وتخذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن استقرارا مستداما في المنطقة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير خارجية الولايات المتحدة نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس جو بايدن مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع كما أكد بلينكين أيضا حرص بلاده على استمرار التنصيق والجهود المشتركة مع مصر للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع مشيدا بالجهد المصري المقدر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة اشتركوا في القناة